وابني بار اللهم حيني فان المياه قد بلعت لنفسي وتبرعته في حمقات الموت واجعله في طعامه مراره وفي عطشه ساكوني خلا نلير اللهم اطراف علينا وحنه واجعلنا مستحكين سمع انجليك المقدس واسم شهد انجلي المعلمة معلمات البشير فلما كانت الساعة تأسيها صلى الله عليه الصور بصوت عزيب قالوا إليه إليه ما شبقتني إليه 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 ما ستقتنبك هم من الوقفين عنيك لما سمع قالوا أنه إنادي إليه وللوقت راقض وواحد منهم أحضر شبنيه ومنها خلالهم واجعلها عنه أصبعه ساقها وام المبرقونة فقالوا ادعوه لننظر فصرق يسوه على الموت العظيمще واسلام اليفر حوالمره لآخر الله دائما إليه إليه معلمنا ما لم تبع Renee Nietellية كاملة وفي وقت الساعة التاسعة صرخ يسوع بسلطة العظيم قانا يلوي يلوي لما شبه قطني الذي تفسير إله 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 إلي مزد قطني وقال قوم من الحضرين لما سمعوا وينزروا ووزعوا النادي إليه فأسرعوا حتما من أسفنك خلا وضعها على قصب وثقاها قائلا تركوه لنا راه لأتي إلي ينزره فصرخ يسوع أيضا بسلطة العظيم وإسلام وهو الروح المد لله دائما أيضا المعلمين يريد قل بشيئة المستباكة العنامية وازلمت الشمس وانشقها قبل هيكل ومن وسطه وانا ذا سوى بسلطة العظيم قال يا بتافي هذاك أستغنى روحي ولما قل هذا أسلم روح وحمد الله دائما هذا المعلمين يريد أن يتميز التباكة على الأمين وبعد هذا لما رأي صعنا كل شيء كذلك أكمل فلكي يتم المكتوب قال أنا عطشان والكوينة هنا مضوع منه إسفق خلا فما له إسفنك عمل الخل ورفعه على زوفة وقد دموها لفمي وفلما زاقي سوى الخلقاء لقد أكمل وعماله برأس ريو أسلمه الروح المد لله دائما هنا برون انت تريس انه موسيوس في اتني مي بشيرين ببن في مهي سوى وان انطيف مي في تير واني رومين سيبي كوزموس طرح الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة من البصر المحدثة من جيل إلى جيل السنوك لانتوبلا ومن قبل الشمس كان اسمه فهو إراق اليوم معلقا على الصريبة ضابط الكل المسكونة كيف تجرع عليك المخالفون الذين هم صنعتك يا الفخور يا من جذب إلهي كل المجروحين وشفايت تجراحتهم يا الطبيب الحقيقي علقوك على خشبة مثل فعل شر عن الشعب ملوء اسمن أولئك الذين رفع أصواتهم الشريرة وقالوا ليس لهم ملك إلا قيسر فلما كان وقت الساعة التاسعة ومخلصنا معلقا على الصريب ففتح المخلص فيها باللغة العبرانية هكذا قائلا الوهي الوهي لي مش فاقتني حتى خاف جميع الذين كانوا حولها الذي هو إله إلهي انظر إليه هكذا مكتوب في المزمول فلما قربت منه الساعة التي عرفها هو وحده أجاب وقال الآن عن عطشار لأنه كان يعرف الذي كتب من أجله فأخذ أحد سفينجا فبلعها خلن وجعلها على قصب وثقاه فلما زرق الملك زرق الخل قال قد كان مرقاوت الوهي في المزمول ومعهد الخل أميل رأسه وصاحب صوت العظيم وأسلم الروا من يبشر المزبيين بالذي زرق الموت عنهم ومن الذي بزبق في رفردوس فهي الطريق الملك فرح اليوم إياها الأبرار والأنبياء بطريقة وصدقين والإنسان الأول الذي عطق في حزن قد تجدد اليوم بالإنسان الجديد الذي قتل عنه وطوة العزة وشوكته المرة وقسرها وقطاح الله الكلمة بكماله ومضى إلى الجحيم بالنفس التي أخذها من طبيعة آدم وجعلها واحدا معه ونفس التي كانت في السن أصعدها معه كعظيم رحمته والعدو الأخير الذي هو الشيطان قيده بكود السلاسل فلما رأى البيابون الأشرار وقوات الكائنة فلما هربوا ولا من يطيقوا تثبت لأنهم عرفوا قواته وقسر جبلوته وقسر العباء بن حاس وسلطانه بالمدريس الحديث سحقها وعن بالمزبيون أي زراعه والربي ومخلصنا فلما صرخوا بصوتها قائلا 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 حسنا جاتا يا المنكس عبيده وسمو أمسك ولا يكباد آدم فاكتزبوا أصعده وبنيه معه ودخام الفردوس مسكن الفرح فرح مسيح مخلصنا قائلا معنا قائلا وقالصنا فلما دينا وقالصنا معنا رحمة هم كان زي من أحمد وقالصنا سوطي رافيه وقال هنا خلني وقالت بسوطي وقالن ديو ونفتنش سايم بافون جافر ونائن ونقرد ديو